الدنيا بدأت تتربأ فيه دماغ حركة النهضة الإخوانية في قلب الوطن التونسي العزيز تسريب جديد تم الكشف عنه لواحد من قيادات حركة النهضة فضح المسكوت عنه وفضح فساد جماعة الإخوان وتم إلقاء القبض على عدد من قيادات حركة النهضة الإخوانية لينكشف المصطور أمام الرأي العام التونسي والرأي العام الدولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بحضرتكم معكم أحمد عبدالهادي من قناة نصر أنا أجيب لحضرتكم الأحداث لأن الأحداث كتيرة جدا حسبما نشرته وسائل الإعلام التونسية وسائل الإعلام الدولية تسريب صوت المنزل الوينيسي الرئيس المؤقت لحركة النهضة التسريب ده كان عبارة عن حوار أجريتو صحفية تونسية عايشة في الخارج اسمها شهرزاد عكاشة الوينيسي اتهم بعض مسؤولين في الحركة لها حركة النهضة بالسعي للسيطرة على الحزب وبتلقي تمويلات غير مشروعة الوينيسي تحدث عن تحالفات بتعقدها حاليا حركة النهضة مع رجال أعمال كبار جدا من أجل العودة للساحة السياسية والعودة للسلطة في قلب الانتخابات الرئاسية القادمة بحيث أن هي تحكم الوطن التونسي مرة أخرى مزر الوينيسي هاجم عائلة راشد الغنوشي وعدد من قيادات حركة النهضة وبقول بالحرف الواحد أن اكتشفت أن فيه فساد بشع جدا جوه حركة النهضة لو أنا كنت عارف الكلام ده قبل كده مكنتش وفقت على قيادة الحركة دي وقال أن فيه أشخاص جوه حركة النهضة اغتانوا في السابق وفيه أشخاص تانيين عاوزين يستغلوا الوضع عشان يتكسبوا بشكل غير مشروع عن طريق أيضا العمل السياسي وقال أن القيادية بحركة النهضة اللي اسمها زينة بالبرهمي اتضح لي أن هي أفعة كبيرة جدا عاوزة تتكسب من خلال حركة النهضة يعني بيتجروا طبعا من خلال حركة النهضة ومن خلال الأعمال الوطنية المزعومة ومن خلال التجارة بالدين وقال أن فيه أشخاص عاوزين يقودوا حركة النهضة من جوه السجن وقال أن فيه أشخاص بتظن أن حركة النهضة عبارة عن عزبة عائلية زي اللي بيعملوا معازي الغنوشي ابن راشد الغنوشي وهو قاعد في الخارج أصدرت حركة النهضة بناء على إلقاء القبض على منزر الوانيسي وآخرين أصدرت بيان قالت فيه أن الشرطة ألقت القبض على رئيسها المؤقت منزر الوانيسي وتلاه بعد دقائق عبد الكريم الهاروني رئيس مجلس شورى حركة النهضة اللي تم وضعه قيد الإقامة الجبرية الأسبوع ده وقالت الحركة ببيانها أن منزر الوانيسي تم إيقافه لما كان بيقود سيارته وقد طالبت حركة النهضة بإطلاق صراح منزر الوانيسي وعبرت عن تضامنها الكامل معاه بعد الحملة المغرضة اللي تعرض لها منزر الوانيسي وتعرضت لها حركة النهضة في المدة الماضية بشكل كيدي بهدف تشويه سمعة الحركة والقيادات بتاعتها يعني التسريب الصوت اللي قال فيه منزر الوانيسي الفضايح دي كلها دي كلها فبراكة مش حقيقي دي حاملة أساسا من أجل تشويه سمعة حركة النهضة قال الوانيسي في مقطع فيديو على صفحته على الفيسبوك إن كل التسجيلات دي مفبراكة وإن هو ما قالش الكلام ده الصحفية شهرزاد عكاشة اللي أجرت الحوار مع منزر الوانيسي أكدت صحة التسريب المنسوب للوانيسي وقالت إن هو جزء من عمل استقصائي بتشتغل عليه منذ عدة أشهر يعني أنتوا بتكلموا في إيه؟ ده مش مفابراك ده فعلا حوار أنا أجرته مع منزر الوانيسي وتم تسريب الجزء من الحوار يعني منزر الوانيسي اعترف بالكلام ده كله يعني حركة النهضة حركة بنت ستين في تسعين وإن هم كلهم كذبين حتى منزر الوانيسي نفسه أساسا لما أنكر التسريبات دي الصحفية شهرزاد عكاشة اعترفت وقالت لا ده صحيح شفتوا الفضيحة حسن التميمي الناشط والمحلل السياسي قال إن راشد الغنوشي مازال يتحرك وهو في السجن عن طريق ابن معاز وبنات الأربعة وعلى رأسهم سمية عزبة أبوهم راشد الغنوشي عند ولاد ولاده أصبحوا ملط ملياردرات عن طريق الشعب التونسي وعايشين برا معززين مكرمين بيديروا العزبة بتاعتهم ثم الراجل بيقول إنه كمان نسيبه اللي هو صهره رفيق عبد السلام وزير الخارجية الأسبق واللي بيقتل حاليا في بريطانيا رفقت زوجته سمية دول كلهم على بعضهم بيدير العزبة بتاعت حركة النهضة تخيلوا حضراتكم راشد الغنوشي وأولاده وأريبه كانوا هم اللي بيديروا دولة تونس تخيلوا حضراتكم يعني لو دققتوا النظر في كل القيادات التي حكمت الوطن التونسي طوال العشرية السوداء هتكتشفوا إن راشد الغنوشي وأولاده وجوازهم وأريبهم معظمهم كانوا هم اللي بيديروا تونس من منطلق إن تونس دية هي العزبة بتاعة مرشب جماعة الإخوان ونوه المحلل السياسي إلى أن معازي الغنوشي يعد من أخطر رجالات التنظيم الدولي للإخوان حيث يحاض بشبكة علاقات واسعة وبإمدادات مالية كبيرة لمساعدته لإخراج أبوه راشد الغنوشي من السجن ولتمويل المحاولات الإنقلابية للعودة من جديد للحب وهو ما أكدوا القضاء التونسي مؤخرا عندما تم إصدار مذكرة في حقه في تهمة التأمر على أمن الدولة ومعازي الغنوشي حاليا بيعيش في سويسرة عايش في سويسرة بيأكل سويسرة بينام سويسرة على رأي محمد سعدي في فيلم كاركر عايش في سويسرة وبينام في سويسرة وبيأكل سويسرة وبيتنفي السويسرة لما سألوا عن ابنه وهو أساسا في مستشفى المجانين والغنوشي اللي ابن حاليا في سويسرة يقوم مع عائلته وعائلة زوجته وهي ابنة أحد كبار قيادات تنظيم الإخوان علي غالب محمود لهمة صاحب الجنسية السورية المتحصن بجنسيته البريطانية هذا الابن اللي هو معازي الغنوشي ما زال يخدم مصالح التنظيم في الخفاء مرتكزا على شبكة علاقاته الوسعة بمساعدة صهره حيث يحاول استمالة الرأي العام الدولي الكسب التعاطف والتدخل لإخراج أبوه راشد الغنوشي رغم تراكم القضايا اللي متورط فيها وبيدعو لخروج آمن للراشد الغنوشي من تونس شفت العزبة بتاعة التنظيم الدولي لجماعة الإخوان وصلت لحد فين في قلب الوطن التونسي طبعا الدولة التونسية بدأت تتصدى لمافيا جماعة الإخوان بمعدلات غير مسبوقة أخبار الناس اللي كانت بتقول أن الرئيس قيس سعيد رئيس تونس متآمر مع التنظيم الدولي لجماعة الإخوان الشرطة التونسية ترك القبض على قياديين من حزب النهضة الشرطة التونسية ترك القبض على مسؤولين كبار بحركة النهضة حرب شقوق داخل النهضة تسريب الوانيسي يفضح فساد إخوان تونس قادت حركة النهضة أمام القضاء التونسي الرئيس قيس سعيد بدأ طبعا يحاكم كل الخوان وكل الإرهابيين ويحاول أن هو طبعا يحاسب كل الذين امتدت أيديهم للوطن التونسي وعما قريب سوف تنطف الدولة التونس وتعود لسابق عهدها قوية ونتغنى بها جميعا ونقول إنها حقا تونس الخضراء ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة